موسيقى 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 النسالة الملكية اللي كانت في كوب تبني عشرين اللي كدات على أنه يجب على الإنسانية بشكل عام أنها تخرج بما يسمى بأمباكتاكسيو على أساس اليوم أنها تمسألة التغييرات المناخية وانعكاستها على كل ميادين بيئية والصحية والأمنية فهي مسألة هامة جداً وتي يجيب طبع الخطاب الملكي الأخير اللي مرتبط بإشكالة الماء والأمن المائي وطبع ما يمكنش نتكلم اليوم على صحة أو حياة بدون ماء فكل ما تعيشه حالياً المغرب في هذا الإشكال دي الماء هو جوهري فهذا كله تلخص أنه الأول مرة في حق كل يتطيب تنضم مناظرة دولية حساساً متجهة للإفريقية على أساس أنه الصحة رأي ارتبطها الكبير بإشكالة البيئية لأن دائماً على مستوى كلية تتناولوا واحد من مجموعة دي الإختصاصات جيدة تقنية إلى غير ذلك ولكن إشكالات بهذا المنظور المتجانس ما بين إشكالة البيئية والصحية فلأول مرة هذه المناظرة الدولية ستتناولوا على أساس أنه ما ستنقش فقط بيناتنا في المغرب ولكن عبر كل دول الإفريقية وتيجي أيضاً الخطاب الملكي المرتبط بالدول الإفريقية المطلة عبر المحيط الأطلسي لأنه هي هذا المحيط هذا كامل التي تهمنا الأسس أنه كل إشكالة دي الإتنمية الاقتصادية والاجتماعية فهذا المحيط هذا مهم جداً سواء الإفريقية الشمالية أو إفريقية الغربية فهذه كلها أمور التي ستناولها وتتحضر معنا كيف لحظة ما يقرب على ثلاثين شخصية من مجموعة من الدول الإفريقية لتناول هذه القضايا بشكل عام وتتجهي المحاور الأساسية الكبرى هي مرتكزة على أربعة تلمحاور مسألة الماء اللي غادي تاخد واحد الصبغة كبيرة في النقاش مسألة التربة والأمن الغدائي ودائماً نعكاس الصحي مسألة الهواء والتلوت الهواء ونعكاس الصحي ثم مسألة الطاقة ونعكاس الصحي دائماً فنأخذ كل هذه المحاور وتنولو على محورها البيئي لغدالي ولكن نعكاستها الصحية وهنا تنشوف أنه ماشي فقط اختصاصة الصحية اللي غد تحضر فكيف شرط جغرافيين انتروبولوج سوسيولوج اختصاصة متعددة اللي غد تجتمح حول موائد مستديرة غدالي اللي تناول هاد 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 وهذا هي الصمقة الأساسية دي لها المناظرة وتي تتوج في الأخير البرنامج يوم الجمعة 13 بيوم تكوين وتكوين المستمر للفائدة مجموعة من الأطور الشاب اللي غد تحضب مجموعة من التكوينات وهذا ها أساسية في البرنامج دينا على أساس أن كل أطور بصدد هذا المجموعة ديال الدراسات ديالهم في هاد المجالات ديال البيئة والصحة غادي غادي إحضوا بهذا هذا المسألة إن شاء الله